هو ده الموقف إذن الآهل يتمسك باللعب ليه؟ لأنه يراه قيمة مستقبلة يعني الآهل يتلقى عرض للشراء في عروض جاية مش عارب واحد طبعا في مصر ألا برا مصر برا مصر وفي مصر بس هو المشكلة اللي في مصر هو مش عايز يلعب في مصر يعني يعني وهو ده حق لكن لو برا مصر بكر لعب وعد جدا وعنده إمكانات وسرعات وحاجة حلو قوي الزرف خلانا احتاجنا للاعب الوسط المدافعة طيب خلينا أقولك على الكلام عن موقف باكاو وإنه في حد بيلعب في ودانه وفي حد عايز يخلق منه أزمة ومشكلة والصحيفة تتحدث عن وكيل اللاعب وهو محمد جمال العاصي اللي كان وكيل أو كان أنشط الوكالاء في التعامل مع لعب النادي الاهلي هو الأربعة جانب هو الوكيل بتاعه الأربعة ها يعني هو حتى في التعامل في أذاره كان هو اللي موجود كان بيقول لي شوف بيقولوا علي قلت له اسمع أدائك ولا حيحكم عليك يتقال عليها يتقال عليك مش دي النقطة إنما كيف تنتهي الأمور وهل الأهل استفاد منها وكان كل شيء على مرام ومنطقي ولا فيه شيء مبالغ فيه وشيء مش مزبوط فالأداء مسألة بقى إن أنا أوجه له الاتهام هما طبعا مسألة إن أنت خلص هو وكيل باكة يبقى أنت هتتعامل معاه هذا لما نص من هذا بس هو كمان وهو بيدور على مصلحة باكة يحط في خياله كده اللي قد تخل من مصلحة باكة أن يخرج عارة ما يخرجش بيع نهائي وإذا كان هيخرج عارة بنيت البيع يبقى شيء لائق شوف أنت جبته بكام وتطور إزاي وعايش تعمل معاه إيه فلا بأس أن يكون العاصي أو غير العاصي يعني لكن العبرة بالأداء الذي ينتهي إلى صالح اللاعب والنادي شكرا